ذكر مشاهدين أيضا بهذا الخبر العاجل الذي تنقله وسائل الإعلام الإسرائيلية وتحديدا صحيفة إسرائيل هيوم التي تقول بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قررت تصنيف الضفة الغربية منطقة قتال ثانية بعد غزة على خلفية العملية العسكرية التي تستمر اليوم السادس تقريبا على التوالي وتقول الصحيفة إسرائيل هيوم أنه من المتوقع كذلك تنفيذ الجيش الإسرائيلي لسلسلة عمليات في جميع أنحاء الضفة الغربية إذن سلسلة من العمليات العسكرية ستقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذها في الضفة الغربية بعد تصنيفها هذه المنطقة منطقة قتال ثانية بالإضافة إلى غزة مما يشي بتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية وكذلك الاقتحامات والاعتقالات التي تقوم بها بالفعل قوات الاحتلال والجيش الإسرائيلي منذ أكثر من خمسة أيام في مناطق الضفة الغربية شماليها وأيضا في جنوب الضفة التي شهدت كذلك سلسلة من العمليات العسكرية ترجمة نانسي قنقر